نسبة المرتجة عندك قد ايه من التقوي سنويا؟ هو على حسب على حسب الصنف وعلى حسب التسويق والسعر طب الحملات الارشادية بتاع خطاع الارشاد اخبارها ايه معاك هل هي متعاون او مش متعاون؟ هو فيه تعاون بس هي المشكلة مش التعاون المشكلة ان ما عادش دلوقتي فيه مرشدين موجودين في الادارات الزراعية يعني قلة التعيين اللي عمالة كارشاد زراعي هو ده اللي اضعف الارشاد الزراعي اللي موجود في مصر فدلوقتي بنعتمد على اذا كان فيه حملات قومية بتنزل عن طريق مركز البحوث الزراعية او المباحثين بينزلهم الناس كلها دلوقتي اللي هو الحقول الارشادية اللي بتتعامل عند المزارع ده بقت مفيدة جدا لان المزارع بدأ يتعلم فيها وبدأ يعرف وبدأ يجيب الصنف اللي هو شايفه عند المزارع اللي جاره اللي محقق انتجية عليه مش مسوح لك انك انت تعمل اعلانات تجارية عن التقاو بتاعتك احنا بنعمل اعلانات تجارية فعلا يعني احنا بنعمل مش اعلانات تجارية مع الجرائد اللي هي زي التعاون الزراعي زي الاهرام الزراعي بس على استحياء اولي على استحياء لان زي ما بقول لسيادتك انت ما تهدفش الربح فعن ما عندكش هامش الربح انت اللي موجود عندك حافز توزيع ده اللي بتستخدم منه كل الحاجات دي كلها فعشان كده احنا كندا بنفكر ان نحط نسبة معينة على الشيقارة ديت لي لعملية الاعلان وحافز التوزيع كارشاد بس للاسف لو تجد تحط اي نسبة هتزود تمن الشيقارة وده هيبقى على المزارع واحنا مش عاوزين نحط اي عبقى على المزارع بدليل ان التقاو القطن السنة دي نقصناها عشرة جنيه على السنة اللي فاتت لان جبنا التقاوي بارخص من السنة اللي فاتت وبالتالي لو احنا بنحقق الربح كنا على اقل سبناها زماهية او على اقل اللي زودناها الحوار معاك بيجيب حاجات كتير او جبنا تقاوي قطن ليه ما بننتجش تقاوي القطن واحنا بننتجها حضرتك بتقول جبنا تقاوي قطن احنا لما بنقول بننتج بننتج تقاوي الاكسار وبنبقى فيه تحت اشرافنا الاكسار ده كان قبل ما يطلع قرار الوزاري الادارة المركزية مسؤولة عن تقاوي الاكسار كانت الشركات بتشتري التقاوي دي واحنا نروح نشتري بعدهم ما يبدأوا يحلجوا القطن نشتري البزرة من الشركات دي البزرة اللي احنا اشرفنا عليها وبالتالي لما بقول جبنا يعني جبنا البزرة اللي احنا اشرفنا عليها من الشركات فجبناها بنائص لانه هو سوق عرض وطلب لما جبناها بسعر اقل نزلنا خفضنا سعر التقاوي عن المزارعة طب مصري امتى تقدر تنهي مشكلة الخلط في القطن او الغريبة الخلط في القطن احنا خدنا السنة دي كاول سنة ننهي لان اخدنا انتخابنا اصناف عالية النقاوة موجودة في القطن السنة الجاية ان شاء الله نسبة الخلط هتبقى قليلة جدا السنة اللي بعدها ما اعتقدش ان هيبقى فيه خلط بس محتاجة حاجة تانية محتاجة لابد يبقى فيه نظام لتسويق القطن القطن ما يبقاش هرجلة ويخضع للشركات لا يبقى فيه نظام اما يحدد سعر عادل للقطن مع الشركات او تبقى جهات حكومية ترجع تاني التسويق التعاوني للقطن منسيبش العملية لان الشركة دلوقتي بتحط الرجل على رجل وتقولك المزارع يزرع لا دا لان عندها بديل القطن قصير التيلة اللي التكنولوجيا بتاعته عادت مش المشكلة دي ان هو قصير التيلة بيبقى ارخص من الموجود هنا في مصر لا فيه لغاية دلوقتي ان طويل التيلة له سوق بدليل احنا قلنا لما قلنا هنخفض انتاجنا لان الشركات كلها عملت مشكلة لانها بتصدر والتصدير دا عمل موقف شركات كاملة على حلها فعشان كده لابد يتحط نظام عادل للتسويق النهارده الشركة بتسيب المزارع يزرع وبعد ما بيزرعها اللي بتتحكم بقى في السعر احنا كان عندنا كم فدان قطن السنة اللي فاتت يا دكتور السنة اللي فاتت كان حوالي 200 260 ولا كان عندنا السنة اللي فاتت حوالي 276 ألف 276 في الحدود دي السنة دي برضا حوالي 240 ألف 240 و25 245 ألف من 2.5 مليون فدان من 20 سنة هو ستك عشان بيعرفين أي سلع زراعية هي معرضة لإيه سعر وعرضه وطلبه وعرضه وطلبه وتسويق ماشي عشان تقول لي أنا كنت بزل على 2.5 كان لها تسويق وكان فيه تسويق تعاوني وكان موضوع الدول الاشتراكية بتاخد قط في مقابل سلع معينة يعني الدكتور عادل بالتاجي لما قال إن سوء القطن المصري أصبح زي علبة الكابريت قياسا بفرخ الورق المتر كان عنده حق في الكلام ده؟ هو الدكتور عادل كان عنده حق كان عنده حق في حجم السوق لكن إحنا مصري غير قدرة لإنها توسع السوق ده عشان ترجع توسع الانتاج؟ إذا كانت في بعض الدول الإفريقية بقت من المصدرين للأطن فإحنا إزاي إن إحنا ما نبقاش من المصدرين والمصدرين بكسافة الأطن وأمريكا زرعت الأطن طويل التيلة بتاعنا؟ عاوزة عاوزة نظام معين لتسويق الأطن لأن الأطن لا يخزن الأطن سلعة صناعية وبالتالي مرتبطة بإيه؟ مرتبطة بمصانع مرتبطة بمحالج دية الارتباط لأن ما يبقى فيه سلعة زرعية يقدر المزارع يخزنها عنده فما يبقاش فيه مشكلة في التسويق حتى لو فضل عنده كمية فيقدر المزارع هيقدر يخزنها هيقدر يأكل منها هيقدر يباحها على مدار السنة لكن أما تبقى سلعة صناعية مرتبطة بالصناعة لابد أن عشان يتزرع أو حجم الزراع أو إزاي لازم وزارة الصناعة تكون موجودة لازم وزارة الزراعة وزارة الصناعة تقول أنا عاوزة كم انطار أطن هذا العام وبالتالي وزارة الزراعة بتحول كم انطار الأطن ده إلى مساحة منزرعة من الأصناف المطلوبة وبالتالي ما يبقاش فيه رواكد عندي في التسويق بتاع الأطن طيب أنت من وجه نظرك كأستاذ بحوث في المقام الأول وقاحت كوادر وزارة الزراعة ماذا لو تم تعاون بين وزارة الزراعة ووزارة التجارة ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الاستثمار على تطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر الاستعاب انتاج مليون ثم مليون ونص ثم اتنين مليون انطار أطن زي زي اللي فات ده ده اتجاه كويس جدا بس على شرط ايه هو ان انت ما تصدرش خام عبد الناصر كمانع تصدير الخام هو حضرتك لابد ان انت ترجع تاني تنشئ مصانع او تطور مصانع الغزلة عندك بحيث تعمل غزور رفيعة تتناسب مع القطن طويل التيلة اللي موجود في مصر نعم وبالتالي تقدر تصدر غزول وممكن تكتسع العامل ومنسوجات ومنسوجات فخرة جدا ممكن تتبع في اسواق معينة في العالم كله يعني للسيد رئيس الجمهورية انا قدر اقول له ان محور صناعة القطن في مصر محور صناعة الغزل والنسيج في مصر تتساوى او تزيد على محور قناة السويس يا فندم كل محاول الاقتصاد بتقدل بعضها تؤدي الى نهضة الامة واذا ما كانش عندنا فلوس اعتقد المصريون قادرون على اعادة قطاع صناعة الغزل والنسيج مرة اخرى ايضا بفلوسهم زي ما عملوا مع قناة السويس يا فندم لو فيه رجال اعمال تحط الموضوع ده في دمخها ما فيش رجل اعمال حط فلوس في قناة السويس وهتنشئ لا ده مصانع تطوير مصانع لعمل غزور رفيعة بس هتحقق مكاسب جمدة جدا وهيعود على الاقتصاد المصري وهيعود على المزارع المصري بالخير بالنسبة لزراعة الوقت يعني الشعب المصري الفقير الغلبان على الاقل الى 51% منه فلاحين لو عملوا شركة مساهمة مصرية لاحياء محور القطن ما نقدرش نعملها ده يا فندم ده بقى الاتحادات اللقية ايمة في مصر دلوقتي النقابات الاتحاد التعاوني يقدر يستخدم فلوسه في هذا النطاق دلوقتي النقابات اللي ايمة النقابات اللي هي النقابات اللي الفلاحين وغيره وغيره ما تستثمر مش هقولها تستثمر لشعب مصلا لا استثمر الاعضائك انت بس اعملي الاعضاء المشتركين شركة خلي بالك ده قطاع يعني احدى الدراسات كانت قالت انه محتاج من خمسين الى تمانين مليار جنيه علشان يعد تأهيل وقطاع الغزل والنسي انا ما بعيدش تأهيل كل القطاع اللي موجود مرة واحدة انا بس بنشأ جزء خاص بانتاج غزور رفيعة الجزء الخاص ده ممكن يكون مصنع ممكن يكون اتنين ممكن يكون تلاتة على قد الامكانيات المتاح الجزء ده سنة واحدة ولا سنتين هيصدر اللي بتاع هيجيب عائد يطور بيه باية المصانع طيب الاقتراح حضرتك بان احنا ممكن تاني نعيد تنظيف التأوى المصري للقطن المصري بالذات ونرجعه للسابق أسره بان احنا نزرع السنة دي وليكن الف فدان في منطقة معزولة في منطقة معانة ده الامان الحيوي عشان عدم خلط الأجناس والسنة اللي بعدها يبقوا خمس تلاف فدان والسنة اللي بعدها يبقوا عشر تلاف انا بتكلم على انتاج التأوى المصري ده امكاني التطبيق ايه هو دلوقتي احنا بننتج تأوي بالنسبة للنقاوة دلوقتي في قرارات وزارية في أصناف مناطق معينة بأصناف الاكثارات الخاصة بهذه الأصناف داخل هذه المناطق يبقى مفيش مجال نخلط من برة يجي عليها المشكلة عندنا ان لازم يبقى فيه البزرة ذات نفسها فيها نقاوة عالية جدا وعشان البزرة يبقى نقاوة عالية جدا يمكن اول سنة هيطبق القرار الجمهوري ان الادارة المصرية الوزارة الزراعة المصرية هي المسؤولة عن تسويق اقطان الاكثار ده اللي هيدي دفعة لنقاوة الاقطان في الفترة اللي جاية لكن الاول كان التسويق حر انت كنت بتعمل تفتيش حقلي كنت بتعمل نقاوة وفي نفس الوقت بعد كده الشركة بتاخدهم والطير ما تعرفش التأوى دي تقدر تجيبها منين لكن دلوقتي اصبح محدد من المسؤولة عن هذه التأوي ومن المسؤولة عن شراها وبالتالي العملية هتبقى فيها احكام اكتر من الاول بكتير احنا عندنا 14 محطة على مستوى الجمهورية زي اللي انا وقف فيها دي عندنا 14 محطة ب17 خط غربلة على مستوى الجمهورية يعني فيه محطات فيها خطين فيها محطات فيها خطين او ثلاث خطوط كمان انت شايف حضرتك ان عدد المحطات ده كافي ولا حاجة لزيادة المحطة وانما فيه حاجة لتطوير المحطات لا هو احنا بنتطور المحطات لكن فيه زيادة كمحطتين فيه محطة صغيرة بشكل العوائينات احنا فيه سبيل تطورها ان شاء الله تعمل محطة كبيرة جدا بحيث تغطي الزراعة المستقبلية بشكل العوائينات والوادي الجديد سدي انا زورتها دكتور موجودة قريدي اللي جنب اقطاع الانتاج المحطة دي تنقال صغيرة انا عايزين نعمل محطة سابتة بسكن دائم للعاملين بقصارهم في قلب المحطة دي لكن المحطة اللي موجودة نقالي ما بتعملش ازيد من 13 الف ارداب بمثل في الامح ومقتصرة على الامح فقط احنا برضك فيه سبيل انشاء محطة في سواج لانه عندنا مشكلة في سواج بالنسبة لسواج لانه سواج بتشمل لقصر وهتاخد اينا واللقصر واسوان فديت محتاجين انشاء محطة هناك ان شاء الله بعتنا مع الوزير وكلمتنا قابلت المحافظة في سواج على اساس ان احنا ناخد خمس فيه دين تخصيص وننشئ عليهم محطة هناك وهتكون محطة صغيرة بس تستوعب الثلاث محطات دولة لتوفير التقاوي للثلاث محافظات دولة بصفة عامة وبالتالي زيادة الانتاجية لهذه المحافظات وده هتفضل مقترح ولا مقترح قابل للتنفيذ مقترح قابل للتنفيذ احنا بعتنا فعلا جوابات رسمية وبنعمل دلوقتي طالبين دراسة جدوى بنعمل لهم دراسة جدوى ان شاء الله وان شاء الله كل الامور مفيش حاجة غير قابل للتنفيذ يعني بدعنا خطوات تنفيذية بالفعل خطوات تنفيذية اول حاجة شرق العوينات اتعامل القوات المسلحة عاملت رسومات هندسية عاملت المقترح وان شاء الله احتمل يدخل في الميزانية اللي جاية القوات المسلحة هيا اللي هتنفذ برد نفذ شرق العوينات لكن سواج لسه مستنيين موافع التخصيص وان شاء الله نبدأ في سواج بردك السنة دي اشتركوا في القناة